لم تهدأ إلى عاصفة التي أثرتها تصريحات عصام العريان في مصر على الرغم من مرور أيام على أولى تلك التصريحات والتي دع فيها العريان اليهود المصريين للعودة إلى مصر ويريت اليهود بتوعنا يرجعون بعد كده عشان يفسحوا مكان للفلسطينيين بقى يعني الفلسطيني يرجعوا بلدهم يقول يهود بقى العرب يرجعوا بلدهم إن شاء الله يعني أنت بترحب أنه اليهود المصريين اللي طردهم عبد المصري يجب يرجعوا طردهم ليه طردهم ليه ويستردوا دول راحوا شجعوا الاحتلال شجعوا الاحتلال كل مصري له حق أن يعود خاصة إذا كان بقى حيعود يفسح مكان الفلسطيني يعني أنا عايز أخلي الفلسطيني يرجع بلده حق العودة حق لا يمكن إنكاره ولا يمكن التنازل عنه سرعان ما تنصلت الرئاسة المصرية من كلام العريان مضيحة أنه لا يتحدث باسمها إلا أن المفارقة تكمن في أن العريان هو أحد مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي إلى جانب كونه زعيم الأكثرية في مجلس الشورى بصفته قياديا في جماعة الأخوان المسلمين ومن مناصبه الكثيرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة رغم التنصل الرسمي من كلامه حافظ العريان على الوتيرة نفسها من الكلام وحين طولب بالتوضيح لم يفعل بل أصر على موقفه السابق أنا بجيب إسرائيليين هم في الحالة دي مواطن إسرائيلي كامل أهلية يا أستاذة إسرائيل إلى زوال أنت بتتكلمي على مشروع انتهى ودون حيبقوا ناس لا وطنة لهم الامتعاض الرئاسي الظاهر من كلام المستشار لم يحل دون تسمية الإعلام المصري لمجرى فضيحة بجلاجل لمحمد مرسي وعصام العريان ترجمة نانسي قنقر